موسيقى السلام عليكم يا أتفاق أنا أغلق مع الأستاذ أحمد الفلاسي موجودين بحملة جسور الخير عدة نجوم لبوا الدعوة للمشاركة بحملة جسور الخير لتجهيز وتغليف المواد الغدائية والمستلزمات الطبية لصالح متضرري الزلزال وذلك في مدينة إكسبو إدبي فإلى جانب باس الخيات تواجد أسامة مروى محمد خير الجراح أيمن عبد السلام وهيفاء حسين وغيرهم بالمقابل حبيب غلوم شارك بدعمها المبادرة من خلال نشر فيديو أظهر أجواء تجهيزات المساعدات بمشاركة أكثر من 1500 متطوع في الحملة وغياب حبيب عن المشاركة شخصيا بالحملة سبب انشغاله بتصوير المسلسل التراثي الجذوع اللي يتصور بالإمارات وبينعرض في رمضان وضمن رمضان أيضا الجمهور على موعد مع المسلسل التاريخي الإمام الشافعي اللي يجمع ببطولته خالد النبوي خالد أنور أروا جودة جهان خليل خالد القيش سلمة أبو ضيف ونضال الشافعي ما عرفش يعني تفاصيل بس اللي أنا عارفه وأنه هو 30 طبعاً الإمام الشافعي يعني هو سطر واحد مختصر يعني ما يتقلش لاكتر منه ولا منه يعني هو عمل درامي تاريخي بعد عودة مصر من أكتر من 20-25 سنة ما قدمتش عمل تاريخي يليق بمكانة مصر التاريخية والفنية ومن خلال هالعمل نضال بيرجع للتعاون مع خالد النبوي بعد ما قدمه فيلم الديلر في عام 2010 اعرف أن أنا جلت لك كل اللي ممكن يتجال إنك بتلعب بالنار وكان لي الشرف الكبير أن أنا أكون معه أنا وأخوي أحمد السقى نكون مع بعض يعني في هذا العمل بس طبعاً كان خالد يعني نجم كبير وسابق بخطوات عريضة وأدى في فيلم الديلر أداء يعني كان مبهر وعظيم يعني وأخيراً طبعاً كنت أنا من ضمن المعجبين بي جداً 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 في ممالك النار كان مقدم حالة أسطورية كده ملهاش حل يعني وأتمنى على الله إن شاء الله أنه هذا العمل عمل الإمام يكون من الأعمال اللي تضاف لنا في التاريخ جميعاً يعني وهذا العمل طبعاً من إخراج الأستاذ ليس حقه وله من كل التقدير وكل الاحترام وهو من المخرجين الواعين اللي عندهم معرفة كويسة جداً هم بيعملوا إيه ويقدموا إيه فأتمنى إن شاء الله أن نكون على قدر المسئولية نقدم حاجة كويسة ولتقديم هالعمل بالشكل المطلوب نضال فضل يتفرغ لتماماً لذلك خذ إجازة شهري من تصوير فيلم 13 تموز فيلم 13 تموز احنا كنا بدأنا فيه من فترة وهو فيلم منصة زي ما بيقولوا يعني لأحد المنصات ومن إخراج أخويا معتز حسام ويعني أتمنى إن شاء الله أنه يشوف النور قريب ويتعرض على المنصة وهو الفيلم اللي انتهى من تصوير 80% من مشاهدة ينتمي لفئة الإثارة والتشويق ومؤخراً الجمهور اعتاد على نضال بهالنوع من الأعمال لذلك الكثير بفتقدينه في الأعمال الكوميدية فما سبب ابتعادة عن الكوميديا؟ والله يعني شوف أول ما نقول كوميدي مفروض نبتسم لكن أنت أول ما بتقول لي كوميدي أنا بتحصر والله يعني أنا نفسي والله يعني أنا منعيني أعمل كوميدي والله بس هي المشكلة أن الكوميدي على مستوى الكتابة ما بقاش على نفس الباور الكوميدي عايز عامل مساعدة كتير للأسف الشديد بعض الشركات بتعتبر أنه أول ما هنكلم إن إحنا هنعمل كوميدي إحنا هنسترخص مؤشر إن إنت تفكر تعمل كوميدي عشان هو أقل تكلفة ده في حد ذاته مبدأ غلط يعني مبدأ يداي ضيف على ده إنه الكوميديا صعبة يعني عشان تدحك صعب لازم لك مفردات جديدة وأسلوب جديد إنت في عشرين تلاتة وعشرين ويمكن من الناس اللي أنا بحييهم جداً جداً في تقديم الكوميديا بتعيدهم الجديدة اللي بتعتمد فعلاً على الصورة والشكل والتكنيك والإبهار بشكل أو بآخر رامز جلال لأنه رامز بيعتمد على فكرة إنه بيعمل كأنه بيعمل فيلم أكشن بذلك تكلفة فيلم أكشن والحين ما يلاقي نضال الدور الكوميدي المناسب هم استمر بتقديم الأدوار الدرامية ومؤخراً الكثير تابعوا في حكاية رولات أحد حكايات مسلسل في كل أسبوع حكاية الحمد لله إحنا يعني كنا من حيث المبدأ لما جالي الورق وأرناه وقعدنا دردشنا في أنا وأختي النجمة نجلق بدر وأخويا معتز حسام المخرج يعني الورق كان شددنا جداً لدرجة إن أنا قلت له المعتز قلت له يا معتز إحنا الورق ده يتعامل سينما أكتر يتعامل بشكل أكبر سينما الموضوع هيبقى حلو لأن الموضوع سسبينس جداً ومتتالي جداً ومتضفق جداً بس ويدوبك من وجهة نظري يعني كانوا ساعتين بالنسبة له شيء عظيم جداً يعني فيمكن معتز كان رائع فإنه يقول لي إنه ده التشالنج اللي إحنا عايزين نقدمه يعني عايزين نقدم حدوتة سينمائية ولكن في شكل حلقات تلفزيونية وهالحلقات عددهم خمسة واستعرضت قصة ثنائي من الوسط الفني متزوجين ونضال قدم شخصية مخرج اسمه محمود الوكيل يعني عايزين قاعدة كده نقول فيها كلام كتير كلام زي إيه مثلاً ده سؤال مهم لا يعني في الفكرة الاحترافية ما اشتغلتش مخرج طبعاً وإلا كانت عرف يعني بس أنا اشتغلت مخرج في أوساط الهواه بشكلة وبآخر من ناحية الإخراج المسرحي اشتغلت كتير في فكرة الإخراج المسرحي لأن حالياً بلوقتي كمان بعمل ماجستير في الإخراج فعملت الفكرة دي قبل كده يعني فكرة الليدر اللي بيبقى لي رؤية وعايزي نفذها سواء كان من خلال الكاميرا أو من خلال المسرح تختلف الميديا ولكن يظل المخرج واحداً فتعملت في الفكرة دي قبل كده بس محمود الوكيل مختلف شوية يعني محمود الوكيل حتى لما سألت قبل كده أنت واخده من مين أو واخده من مين حرفياً أو حاجة زي كده فبصراحة لا يعني محمود الوكيل كوليكشن يعني مش من مخرج بعينه وتم تكسيده بالتفاصيل بتاعته يعني لكن كوليكشن جزء منه هو كان في التصوير جزء منه هو في حياته الطبيعية والعادية جزء منه هو عنده التخوف بتاع الفنان من القادم المستقبل إيه الدنيا عاملة إزاي بيقرر على أعماله إزاي فمحمود الوكيل بصراحة يعني تشكيلة من مجموعة مخرجين الواحد مر بيهم في حياة ويعني هم يومين في العين السخنة بس عايزة دور على مكان كده عشان يخدم الخيال في دماغي ماشي؟ عايزة حاجة؟ وبعيداً عن الشاشة حبينا نتعرف على تفاصيل بحياة نضال فقمنا بجولة في مكتبة في صامعة بتاعتي جدال اللي بقعت فيها يعني وحطت فيها يعني الحاجات العزيزة على قلبي زي ما بيقولوا يعني ده التكريمات اللي أنا شرفت بيها من الأعمال اللي كنت عملتها أو معظم الحاجات اللي انتم شايفينها دي كانت من المعجبين يعني إن حد من المعجبين يتصل بي على إيه باعك لي الصورة دي سواء رسمها بإيده ورسمة يد يعني أو عملها دي بشكل أو بآخر لصورة من صور المسلسل فيمكن من خلالكو يعني أنا بشكرهم جداً وصومعة صغيرة كده الواحد بيحب يقعد يشتغل فيها ويقرأه وأتمنى على الله يعني إنها تبقى اختيارات هذه الصومعة موافقة